مكرم محمد أحمد نقيب الصحفين الأسبق مساء الخير أستاذ مكرم وحرك النهاردة يعني كان لك دور فاعل جدا في المؤتمر النهاردة وأكيد كمان حضرتك شاركت في البيان الختامي مساء الخير على حضرتك عايزين نعرف حضرتك بقى الخطوات الجاية هتباي قلتي أن أبرج حاجة هو موضوع شخص الشق أنا أعتقد أن البيان نقل رغبة عدد الشعبين كانوا موجودين في الاجتماع أعتقد أن حددهم حدد عددهم كافتين وخمشين أو شيء في أنهم نطلب إلى النقابة اسمهم حق جمعية عمومية غير طريقة لشحب الشق لكن البيان لم يتبنى شحب الشق بشكل مباشر إنه في 256 عظم موجودين في الاجتماع قالوا إحنا عزين نعرف شيء إذا وقعوا على عزة فلم يكن أمام أن الأحرام أو الهيئة المشيفة على عزة النقابة إلا أن هو إيه يوافق على أن هو يبعث هذه الطلبات إلى مجلس النقابة طالبان أنا شخص أنا أعتقد أن مجلس النقابة لن يستقيب لن يستقيب ولم يعتقد الجمهور العمومية وهي يبخص عن جرائع لإفشال هذه الطلبات لكن أنا الأهم الأهم في مجلس في البيانة المعاربة إنه ربي اعتبار بعض الصحافة أمام المجتمع الأهم إيه فندق؟ ربي اعتبار الصحافة أمام المجتمع بيّن إنه النقابة ينبغي أن تكون محساسة من محساسات الدولة تحفظ على القانون ألزم النقابة ببعض الشروف وببعض القيود بحيث أن يبقى فيه عمل نقابي واضح وعمل سياسي يوافق عليه الجميع أنا خطط مجموعة من اللبادئ أعتقد الجيدة وأيضا يطلق بشكل لجنة لحظه وتقصد الحقيقة لأنه الحقيقة حتى الآن جامدة أن بيانات لها في شبعة فلنقابة صحيحة للأسف لم تكن شفافة ولم توضح لأسباب وكل يوم يتكسف حتى الزقاف الجديدة الحقيقة الأهم لأبدوك كويش وأعتقد أن الاجتماع كان ناجح ومع أن في شبعة يعني أن حصلت عملية قطع أسلاك التليفون أسلاك الميكروفونات عن المؤتمر لمدة 25 سيئة ستشيها بعض الرحاق لكن شيء مجموعة وأعتقد أنه مؤتمر ماجح مؤتمر محترم طيب أستاذ مكرم حررتك نقيب الصحفيين سابقا لو كنت نقيب الصحفيين في 2016 وحصل اللي حصل في نقابة الصحفيين كان هيبقى رد فعل حضرتك قبل كنت شاشمة على وقت إطلاق بأنه النقابة ستكون ملاج لناس مفترضين من نقابة ده بداية كده نعم ده من البداية أصلا من البداية أصلا إذن لو كان خصيا خصيا أنه هم دخلوا النقابة وأنا على غير عين وفقيت ده أساعة لدينا أساعة أنا كنت هزب بيهم وأحاول إقناعهم بأنه لازلت بأنه كنت أحطوا نقابة بضع حارس إنه في أمرا من الماء العام ورامز الماء العام لابد أن تلكزها ومش ممكن نقابة تقولك قربا من النيابة ده غطفة بيرة يعني ده يمكن وأعتقد أنه أنه لها شوابط كثيرة مش حتى في النقابتنا في نقابة المحامين إنه أحمد الشواجب لما أحمد ماشر الله يفحمه برضه تقصم في داخل النقابة وأنه كان معاه قرار برضه من النائب العام ورحمد الحراجب كان من الشجاعة بمكان بأنه هو خد أحمد ماشر ورحه للنائب العام لأنه بعض التحمل التحمل النقابة المسانية بالشريفة لكن في نفس الوقت حارك بتتكلم على أن لازم يبقى الأول فيه تجنب للوقوع في الأخطاء وبعد كده نتكلم في القانون أهم حاجة تطبق في القانون وأنه برض القانون نعم وده كمان من ضمن الكلام اللي حرارك اتكلمت ده يعني أنا إذن قط القانون ما طبقت في القانون على الثالث السلام وعلى النقاب الأساسي نعم نعم أستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفين السابق شكرا جزيلا لحضرتك وعلى هذه المداخلة ويبقى أن أستاذ مكرم محمد أحمد